شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد ونائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والمعهد القومي للمحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية ممثلة في معهد الانتاجية والجودة بشأن تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل مقيمي جائزة مصر للتميز الحكومي قالت هالا السعيد أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقا من رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي فيما يتعلق بتعزيز الشركات وأطر التعاون بين الجائزة والشركاء والأطراف المعنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في نشر وتعميق ثقافة التميز بمختلف قطاعات الدولة